نتحدث أكثر عن التفاعل العالمي مع ما يحدث اليوم في فلسطين إن كان ذلك في قطاع غزة أو حتى هنا في الضفة الغربية أرحب بضيفي الكريم الأستاذ فايز البدوي الناشط السياسي معنا من مدريد من العاصمة الإسبانية مدريد عبر سكايب أهلا بك معنا أستاذ فايز أهلا وشهلا بكم يعني نحن استضفناك في أكثر من مناسبة في خلال هذه الحرب المستمرة على أهلنا في قطاع غزة وكان الحديث في بدايات هذه الحرب بأن هناك تفاعلا فعليا على أرض الواقع من قبل الكثير من المنظمات المجتمع المدني أو حتى من الرأي العام الأوروبي بشكل عام أو حتى في إسبانيا بالشكل الخاص هل لازال هذا التفاعل حاضرا؟ هل هناك لا تزال هذه المسيرات وهذه الفعاليات أيضا مستمرة في إسبانيا على وجه الخصوص؟ أولا قبل كل شيء أريد أن نقدم التحية لكل الجماهير على صعيد دولي وعالمي بتضامنهم مع الشعب الفلسطيني نعم هناك ما زال تعركات هناك ما زال ندوات هناك ما زال نشاطات مظاهرات ووقفات احتجاجية على سبيل المثال في منطقة غاليتيا كل يوم اثنين هناك ثلاثين وقفة احتجاجية من قبل الأسبوع كانت هناك مظاهرة في غاليتيا تحت المطر خرج بها أكثر من ثلاثين ألف شخص البارح أنا كنت في ندوة في قرية صغيرة الأسبوع الماضي كنت في بلاد الأندلس حيث ألقيت هناك ست مظاهرات شاركت كذلك في ست ندوات عفوا وشاركت في مظاهرة وهناك الجماهير الإسبانية تقف مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الشرعية هذا هي الشعوب وهذه الليلة هناك وقفات احتجاجية بالشموع للتضامن مع ضحايا هذه الجرائم التي يقوم بها الكيان الصهيوني والإمبريالي العالمية نعم في الحديث عن هذا التفاعل من قبل الشارع الإسباني بشكل خاص اليوم أيضا شهدنا كذلك دعوات متسارعة من قبل رئيس حكومة إسبانيا بأنه يجب أو حان الوقت للاتحاد الأوروبي بأن يعترف بدولة فلسطين وأن في حال لم يكن هناك خطوات فعلية من قبل الجسم الأوروبي بشكل عام فإن إسبانيا ستتخذ خطوات على هذا الصعيد هل هناك اليوم تغير أيضا في السياسة الإسبانية اتجاه القضية الفلسطينية؟ أولا قبل الشيء هناك في السياسة الإسبانية تختلف عن دول مثل ألمانيا أو فرنسا أو بلاد الإنجليز ولكن السياسة الإسبانية هي ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي يعني عندما يتكلم الرئيس سانشيس يقول يجب أقبل القتال أسكته نتانياهو ولم يرد عليه ولكن الغريب في الموقف هو الآن في هذا التحالف الجديد الذي يريد أن يدخل إلى البحر الأحمر إسبانيا ستشارك وهذا ما قالته وزيرة الدفاع الإسبانية الموقف الإسباني لا يبتعد عن الموقف الأوروبي الذي لا يلتزم بحقوق الإنسان نعم بالحديث عن المشاركة الإسبانية في التحالف الذي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية على تشكيله فيما يتعلق بكما اسمته حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر هذا الموقف الإسباني وكما تحدثت هو ينسج مع الموقف الأوروبي العام برأيك اليوم هناك لا يمكن للسياسة الإسبانية أن تخرج عن العباء الأوروبية باعتبار بأن إسبانيا هي جزءا أساسيا من الاتحاد الأوروبي أم أنه يمكن لإسبانيا أن تتخذ خطوات إلى حد ما بعيدة عن الموقف الأوروبي المعلن بالنسبة لي شخصيا هناك انتقادات باسعة من قبل الجماهير الإسبانية البارحة في الندوة كانت أغلبية الناس جميعا جميعا ضد موقف الحكومة الإسبانية للمشاركة في هذا التحالف لأنه الجميع يقول هذا التحالف ليس لحماية الملاحة البحرية هذا التحالف موجود فقط للوقوف أمام اليمن هذا الشعب العظيم الذي يدعم الشعب الفلسطيني وشروط اليمن واضحة أوقف الجرائم في غزة نوقف تحركاتنا في البحر الأحمر هذا المطلوب ولكن السياسة الإسبانية تنضوي تحت سياسة الاتحاد الأوروبي وتحت قيادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أستون هذا هو موقف إسباني وهناك انتقادات واشعة من قول بعض النواف في البرلمان الإسباني مثلا من منظمة نستطيع يوني بيلارا هاجمت ليس تنتقد هاجمت الرئيس الحكومة الإسبانية بموقف هذا الذي هو دعم للسياسة الأمريكية وبنفس الوقت بطريقة غير مباشرة هو دعم لإسرائيل في هذا القائن الصيوني في جرائمه بهذه حرب اللي بادة وكذلك هناك موقف البارحة كذلك من نائب آخر اسمه نيستور قال كذلك بأن موقف إسبانيا ضد حقوق الإنسان لهذا السبب هناك انتقادات واشعة وخاصة من قبل القوى اليسارية هذا الموقف لا حدا يستطيع أن يفهمه إلا إذا من خلال السياسة الأوروبية وهذه السياسة الأوروبية من حاجة كليا إلى القيان الصيوني أنا أقول ليست هي متواطئة ولكنها تشارك في هذه الجرائم لماذا لم يقطعوا تصدير الأسلحة إلى الكيان الصيوني مثل ما عملوا عمال الموانئ في بلجيكا في برشلونة حتى عمال برشلونة رفضوا أن ينقلوا السلاح إلى الكيان الصيوني كذلك في إيطاليا هناك جمير لها مواقف تختلف كليا عن موقف الحكومات الأوروبية تحية لكل شعوب أوروبا التي تقف مع الشعب الفلسطيني نعم أيضا بالحديث عن هذه المواقف وهذا التناقض ما بين إرادة الشعوب وأيضا صناع القرار في أوروبا شهدنا أيضا مدى هذا الانحياز الأوروبي الرسمي تجاه دولة الاحتلال في استهدافها للفلسطينيين الأبرياء وفي المقابل رأينا كيف كان الموقف الأوروبي من روسيا عندما كان هناك ولا تزال الحرب بين روسيا وأوكرانيا اليوم تشعر أستاذ فايز بأن الرأي العام الأوروبي بشكل عام والإسباني بشكل خاص بدأ واضحا بالنسبة له هذه الازدواجية في التعامل في معايير حقوق الإنسان في معايير حماية الأبرياء بخاصة عندما نتحدث عن ما حدث في أوكرانيا وعندما نتحدث عن هذه الحرب المستمرة على أهلنا في قطاع غزة تاريخيا تاريخيا كل الحروب التي حصلت في العالم أساسها هي أوروبا حتى أوروبا عملت حربين عالميتين ضد شعوبها الموقف الأوروبي الذي كان ضد روسيا هذه ليست حرب أوكرانيا ضد روسيا إنما حرب الحلف الأطلسي حرب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ضد روسيا هنا رأينا طبعا رأينا الازدواجية في المعايير ما حصل في أوكرانيا لا يصل إلى واحد بالألف ما يحصل في قطاع غزة الصامد على هذا الأساس هناك في ازدواجية في المعايير ومباشرة طالبوا بمحكمة دولية لبوتين طالبوا بالمقاطعة لروسيا طالبوا طالبوا أشياء كثيرة ضد الكيان الروسي لماذا يطبق نفس الشيء على الكيان الصهيوني؟ لأن الكيان الصهيوني هو ولادة في أوروبا من خلال المؤتمر الصهيوني الأول الذي حصل في باسيليا عام 1897 هذا الكيان يمثل تكنة عسكرية متقدمة للإمبريالية في منطقة الشرق الأوسط هذه هي إسرائيل وهم يدعمون إسرائيل ولكنهم فشلوا وسيفشلون وجميع الشعوب تعرفوا ذلك والشعوب إسبانيا تعرفوا كذلك واليوم الشعوب الإسبانية لا تطالب بحل الدولتين إنما تطالب بحل الدولة الواحدة هذا الشعب الإسباني خرج جميع الشعوب إسبانيا لصال الشعب الفلسطيني فقط 350 شخص خرجوا في مدريد تأييد للكيان الصهيوني أما كل المظاهرات كل التحركات كل الوقفات الاحتجاجية كما شاهدت تقف مع الشعب الفلسطيني وبالتالي هذه الوقفات وهذه المسيرات تؤثر بشكل أو بآخر على السياسيين في إسبانيا؟ على السياسيين لا تؤثر ولكن تؤثر على الرأي العام في إسبانيا مثلا أسلوب الصحافة الإسبانية أسلوب وسائل الإعلام الإسبانية هناك تغيير أولا كان يتكلمون دائما عن حماس 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 الآن يتكلمون عن ميليشيات حماس الآن يتكلمون عن المقامة الفلسطينية الآن يتكلمون عن الجرائم التي تقوم بها إسرائيل هناك حتى بعض وسائل الإعلام اليمنية الإسبانية تقول نفس الكلام الذي أقوله أنا الآن هناك طبعا في تغيير الكل يعرف ما يحصل حتى نفسه رئيس الحكومة الإسبانية يعرف ما يحصل في قطاع غزة هذا الصمت هو هو مساعدة لإسرائيل هذا الصمت هو ضد شعبنا على هذا الأساس أنا لا أنتظر أي شيء من السياسيين الإسباني أنا أنتظر فقط من المقاومة نعم وبالنسبة لكم كنشطاء فلسطينيين وعرب أنتم أيضا منخرطون في هذه الفعاليات وهذه المسيرات واليوم بجوز من المهم جدا أيضا أن يتعرف أكثر تتعرف أكثر الشعوب الأوروبية على تاريخ القضية الفلسطينية وتعرف عن قرب على تفاصيل هذه المعنى من خلالكم طبعا وهذا ضروري هذا أقل شيء نقدر أن نقوم به تجاه شعبنا هذا أقل شيء نقوم به تجاه أهالي المقيمات تجاه أهالينا في الضفة الغربية تجاه أهالينا في أراضي الثمانة واربعين هذا أقل شيء وخاصة أنه مثلا لغة الإسبانية قوية وأتكلم اللغة الإسبانية بطلاقة عندي عدة ندوات أنا لحد الآن لحد اليوم من يوم 7 أكتوبر شاركت في أكثر من 35 محاضرة ندوات وعندي برنامج لآخر شهر كانون الثاني وسأتابع وأنا أقول هذا أقل شيء نقدمه لأهالينا الصامدين في القطاع لأهالينا الصامدين في مقيمات الشتات لأهالينا في الضفة الغربية نرى ماذا يحصل في الضفة الغربية لم يبقى لنا أراضي فلسطينية كلها مستعمرة من قبل الاستعمار الصهيوني سابقا كان هناك قبل اتفاقية أزلو كان في 200 ألف مستعمر اليوم نرى أنه في الضفة الغربية الضفة الصامدة أكثر من مليون مستعمر هناك محاولة لاستعمار فلسطين ولكن هذه المحاولات بصمود غزة ستفشل كلها وأنا أقول كلمة هذه سمعتها من إمرأة كبيرة في السن فلسطينية تقول رغم المذابح رغم الجرائم أنا الآن أرى النور للعودة إلى فلسطين لأنه إحنا عندنا مقاومة قوية جدا ونفتق بهذه المقاومة هي كرامة الشعب الفلسطيني وهذه المقاومة كرامة الشعوب على سعيد دولي نعم أيضا اليوم بالنسبة للجامعات وطلبة الجامعات في إسبانيا اليوم أيضا هناك حراكا على هذا الصعيد فيما يتعلق بالنشاطات والفعاليات ونحن نرى كثيرا على منصات التواصل الاجتماعي بأن الفئة الأكثر اليوم انخراطا في هذه الفعاليات الدائمة لفلسطين والرافضة لهذه الحرب عليك إذا هي من فئة الشباب نعم هناك الشباب والطلاب في ذلك التحركات وحتى الرجال الكبار في السن حتى أطفال يشاركون على سبيل المثال في شاب أو طفل إسباني عمره 14 سنة يذهب إلى الثانوية وحامل مع العلم الفلسطيني يتظهر واحده هناك طلاب آخرين أنا رأيتهم في كرتون يكتبوا عليها فلسطين حر أو يكتبوا فلسطين من المية إلى المية هناك تحركات عديدة وخاصة أنا تعرفت على طفل آخر عمره 15 سنة هذا الطفل يعمل ملصقات صغيرة ويبيعها ويشتري يفطات كبيرة ويضعها في شوارع القرية أنا رأيت بأم عيني كيف يرفعون الإعلام الفلسطينية في أماكن عامة وهناك تحركات من الشبيبة طبعا هناك تحركات من الشبيبة الليلة في وقفات كما قلت وقفات الشموع تضامن مع الشعب الفلسطيني والأغلبية الأغلبية هي شباب محاضرات رأي الشباب 20 شاب 30 شاب 40 شاب يحضرون إلى هذه النذوات حتى يتعرفوا على تاريخ فلسطين وعندما ألقي محاضرة مثلا اليوم الصبح استلمت رسالة من إنسانة حضرة البارحة المحاضرة وشكرتني قتلها لا تشكرين هذا واجبي أن أشرح القضية الفلسطينية هذا ضروري جدا وخاصة يجب علينا أن نوضح ما هو تاريخ هذا الكيان وكيف صنع هذا الكيان وهذا ضروري جدا وهذا واجب أنا أعتقد هذا واجب كل فلسطيني وكل عربي يتواجد في أوروبا أو على الأراضي الإسبانية نعم أخيرا أستاذ فايز يعني اليوم السؤال شا اللي بيخلي المجتمعات الأوروبية تطلع فعلا في هذه المسيرات يعني يعني بنشوف في هذه الحرب تحديدا يعني هناك تفاعلا كبيرا من الرأي العام الأوروبي بشكل عام أو حتى الإسباني بشكل خاص على منصات التواصل على الميادين يعني بنشوف كتير هذه المسيرات وضخامة هذه المسيرات شو اللي عم بيخلي الناس اليوم فعلا إنها تطلع وتشارك وتعلي صوتها هنا رأينا يعني دور الحكومات الأوروبية هي حكومات أغلبها استعمارية الشعوب تتحرك لعدة أسباب أحد الأسباب مثلا هناك أزمة اقتصادية في أوروبا هناك أزمة اقتصادية في إسبانيا لماذا هذه الأموال لا تحول إلى المستشفيات لماذا لا تحول هذه الأموال مثلا إلى الجامعات لماذا تحول هذه الأموال بصناعة الأسلحة بصناعة القضائف ورسالها إلى هذا الكيان الصيوني هناك انزعاج كامل من قبل هذه الشعوب تجاه هذه السياسات ضروري مثلا دام العمال العطلين عن العمل ضروري أشياء كثيرة ولا تقوم فيها هذه الحكومات هذه الحكومات هي من تعمل على تعقيد الأمور للعمال أنا أعتقد أن هناك الصراع الصراع الطبقي الموجود داخل الكيان عفوا داخل أوروبا أو داخل إسبانيا نعم بدي أشكرك الناشط السياسي الفلسطيني الأستاذ فايز بدوي كنت معنا عبر سكايب من العاصمة الإسبانية مدريدة شكرا لك على هذه المشاركة شكرا شكرا لكم ونحن دائما بالخدمة تحيات لكم شكرا جزيلا شكرا اشتركوا في القناة